انطلقت فعاليات الدورة الخامسة لمعرض منهور للكتاب وتستمر فعالياته حتى الثامن والعشرين من الشهر الجالي هذا وتشارك في المعرض هذا العام خمسة وثلاثون دار نشر إضافة لقطاعات وزارة الثقافة ويضم جناح هيئة الكتاب أحدث إصداراته من الكتب والمجلات والسلاسل وكتب الأطفال بحضور نخبة من المثقفين والمبدعين ورموز الأدب والفكر والثقافة والفن يواصل معرض منهور للكتاب في نسخته الخامسة فعالياته وذلك حتى الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري المعرض الذي يأتي تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومية يشهد عرض الكثير من المؤلفات والكتب بمختلف أنواعها وذلك بأسعار رمزية ومخفضة تشجيعا على القراءة معرض الكتاب اليوم أكبر ثراء مما كنت أتصور بمشاركة 35 دار من دور للعرض ثراء كبير وتقديم وجبة دسمة من المعرفة والعلم والتنوير العقول افتتاح المعرض اليوم بالنسبة لي حدث ثقافي شديد الأهمية على هذه البقعة الغالية من أرض مصر في محافظة البحيرة وبين أبنائها الكرام معرض منهور الخامس للكتاب هذا العام يشهد العديد من الفعاليات بمشاركة أكثر من 35 دار نشر وعقد الكثير من الندوات الأدبية والفنية والثقافية نحن النهاردة حارسين مش بس على أسعار الكتاب ولكن نحن شاركنا مؤسسة حياة كريمة لأن هي حتبتدي تمد المكتبات اللي مدوا بيها مراكز حياة كريمة في محافظة البحيرة بالكتب بالإضافة للمكتبات اللي في مراكز الشباب في محافظة البحيرة وعدادهما يقرب من 172 مركز شباب بمكتبة معرض منهور للكتاب في دورته الخامسة يعد استكمالا لمسيرة النجاح على مدار أربعة أعوام ودليلا على حرص المجتمع على تزاود بالثقافة كأحد أهم ركائز التنمية وتفعيلا للتواصل الحضاري بين جميع فئات المجتمع